المتكلمون في صفات الله تعالى ينقسمون إلى قسمين نفات ومثبتة مسالك الناس في صفات الله تعالى في الجملة مسلكان نفات ومثبتة النفات هم الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهما والمسلك الثاني مسلك المثبتة وهم كل من أثبت الصفات لله عز وجل إما إثباتاً مستوعباً لكل صفاته كطريق أهل السنة والجماعة أو من أثبت بعضاً ونفى بعضاً هؤلاء يسمون مثبتة الصفات كالأشعرية والماتوردية والكلابية ونحوهم فهؤلاء لم ينفوا الصفات بالجملة بل أثبتوا جملة من الصفات ونفوا صفات أخرى والطريق القويم في صفات الله عز وجل وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه على نحو ما دلت عليه النصوص من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل فإن التمثيل ضلالة والتعطيل ضلالة وكلاهما خروجاً عن السراط المستقيم فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته ترجمة نانسي قنقر